يأتربع العراق على عرش قائمة أسوأ الدول بمؤشرات الفساد في ظل غياب الإرادة السياسية لبذل الجهود لمكافحته وتساع نفوذ قوى لا دولة وتحكمها بالقرار أخطر مظاهر الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية تتعلق بما تتعرض له الشركات العالمية من مساومات وضغوط تجبرها إما على دفع مليارات الدولارات كعمولات أو مغادرة المشاريع وفي هذا الصدد صلتت صحيفة العرب اللندنية الضواء على انسحاب شركة شيل البريطانية من مشروع مجمع نبراس للبترو كيميائيات والذي تبلغ قيمة العقد فيه أكثر من 11 مليار دولار ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن المشاكل برزت أمام الشركة في مشروع نبراس بمجرد محاولتها بدأ أعمال البناء ويضيف المصدر أن دفع العمولات شائع جدا في الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بأمور الحصول على تصريح العمل أو الموافقة على طلبات التأشير أو تسليم المعدات وأن تلك العمولات يطلبها كبار المسؤولين الحكوميين عبر جماعات السلاح التابعة لهم وبالحديث عن شركة شيل يشير المصدر أنه يتعين على الشركة دفع نحو 4 مليارات دولار كعمولات في المشروع وكذلك الحال مع شركة أكسون موبيل في مشروعها المشترك لإمداد مياه البحر وبحسب منظمة الشفافية الدولية فإن عمليات الاختلاص وغسل الأموال وتهريب النفط والرشوة واسعة النطاق وهي ما أدت إلى وصول بلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولي وأعاقت بناء الدولة وتقديم الخدمات